وهلأ معنا نايلة بالاستوديو مبعرف الوامدة تاخذنا عالفضة صباح الخير نايلة صليبي وفي فقرة The Geek Moment اليوم بدأت تحدثنا عن موضوع طبعا عمل شوية بلبلة أو إذا بدنا نقول مرة للحداث ولكن إحنا مهم أنه نرجع نلقي الضوء عليه وهو جوجل بلاس اللي اتعرضت لهفوة برماجية وقررت الإغلاق فيما بعد هذه الهفوة إذا بدنا نقول ودون أنه تحذر المستخدمين فأنت زعلاني منهم يعني أنا زعلاني كتير منهم مش شوية حتى حاولت أكتر من مرة التواصل معهم بهالموضوع هيدا ردوا علي بشكل شوي مأخر إذا بدك على الموضوع ولكن قالوا أنه هن ما بيحكوا أنه ما عندهم موضوع هلأ أو حدا يحكي بالموضوع أو ما بيحكوا بالموضوع القصة أنه تعرض جوجل بلاس اللي هو اللي ما بيعرفوا لأنه في ناس كتير ما بتعرفوا هو منصة اجتماعية تشبه فيسبوك ولكن بأطر مختلفة عن فيسبوك يعني لما طلعوا سنة 2011 كان أنه بالنسبة لأنه هنه دوائر يعني عندك دائرة المهن مهان عندك أصدقاء من المهنة عندك العائلة عندك المقربين عندك الأصدقاء وهيكي يعني الفكرة فكرة كتير حلوة لأنه بالنهاية تعمل كوننكت بهيدي الدوائر مع بعضا مش لأ بالدوائر مع بعضا أنه أنت بين خلال منصة واحدة فيك تعطي محتوى مختلف لكل دائرة يعني هذه الفكرة كتير مهمة لأنه بفيسبوك أو غير منصات ما فيكي تعاملية أنه يكون عندك دوائر متخصصة وكل محتوى يعني أو أنه المحتوى مختلف مثلا الأشخاص المهنيين فيكي تعطيهم محتوى مختلف على الأشخاص يلي هن من عائلتك فهيدي كانت أهميته وبالإضافة إلى كونه أنه كان بشكل معين كان يجمع أمور كتير من الصور يعني مثلا فوتو هانجاوتس إلى آخره وبعدين صار سنة 2015 قرر أنه يفصلون عن بعضهم وصار كل خدمة لحالة ولكن تجمع كلها بخدمة واحدة هلأ جوجل عندهم تاريخ كبير بقصة إنشاء المنصات الاجتماعية يعني هذا الجوجل بلاس هو الرابع أنا بتذكر منيها فيك لأنه أنا شاركت بشكل غير مباشر كمستخدمة بيتا لهالمنصات هايدي منها أوكرت سنة 2004 بعدين بتذكر منيها جوجل ويف سنة 2009 وبسطنا فيه كتير على أساس يعني كمنافس فعلا لفيسبوك وبعدين إجا جوجل باز يلي ما طول كتير 2011 مات بعدين هلأ 2011 طلع جوجل بلاس يلي نحن هلأ تعرفنا عليه واشتغلنا عليه وأنا من الأشخاص اللي كتير بيحبوا يشتغلوا جوجل بلاس لأنه فعلا رايق ما فيه دوشة فيسبوك يعني كنت على طول ما فيه هالأخبار يعني الأخبار كانت واضحة التواصل مع الناس كان واضح وبعدين كان فيه بما أنه أنا بشتغل كمان على منصة يوتيوب كان فيه كتير سهولة أنه اشتغل بين المنصتين بين بعضهم فلي صار أنه فيه هفوة برمجية ببرمجية هي ذاتة يلي صارت بفيسبوك يعني قصة التوكن قصة التوكن أكسس أنه فيه عندك برمجية بتسمحلك أنك من خلال تعريف جوجل بلاس أنك اللي هو عادة عن الجيميل أنك تروحي على خدمات تانية مثلا تسمعي على أنغامي أو سبوتيفاي أو تفوتي على خدمات تندر أو أي خدمات تانية على الإنترنت تطلب منك أنك بدل ما تفوتي تعريفاتك اسمك والأخرية وتفتح حساب أنك تفوتي من خلال تعريفات جوجل بلاس المشكلة هون أنه صحيح أنه بقولوا أنه عندهم مليون واربعة الاف أو أربعمائة ألف مستخدم لأنه مشكلتهم أنه كل واحد عنده حساب جيميل ده غريفش حطوه كمستخدم لجوجل بلاس هو بالواقع ما يكون عنده حساب جوجل المستخدمين بشكل يعني واقعي هن تقريبا حسب دائما جوجل خمسمائة ألف خمسمائة ألف مستخدم هل خمسمائة ألف مستخدم ما قالولهم يعني هاي ده الهفة موجودة من سنة الالفين وخمستاش اكتشفوها بمارس صلحوها وما قالوا للمستخدم انتبه نحن أنه كان في عندك هفوة برمجية شوف غيرها مثلا لأنه بتعرفي جيميل عنوان جيميل بريدة بتستخدمي لك تقريبا كل خدمات جيميل يعني جوجل فإذا حدا تسربت هالبيانات هاي ده صرنا يعني سهل أي إنسان يفوت ويشتغل على كل بياناتك وخاصا أنه جوجل نحن بنقض من سب فيسبوك بسبوك جوجل دايما بكرر أخطر بختير من فيسبوك لأنه هو بياخد بياناتك من أقزاد يعني حتى شو بتبحثي على الإنترنت وشو بتعملي على الإنترنت وشو بتفوتي تعملي بالهايدا حتى بالبوكيمون جوي اللي أنا بلعب فيها بيعرفوا شو عم بيشتغل فيها لأنه أنا فيتي علي بحساب الجيميل بيفيتين على حساباتي كلها يعني كل البيانات الخاصة طبعيته محفوظة بجوجل يعني أي شخص بقدر يفوت يا جماعة ليش ما قلتوا للناس ليش نايلة يعني اتخذوا هذا القرار بالإغلاق يعني برأيك لأي المحاذير المحاذير ما في محاذير ما في ما قاله نجليدي ما قاله نجليدي ما قاله نجليدي لأنه هاي مش أول مرة قلتلك يعني من أوكرت لويف لباز لا ما مش بقلك أنه أي شخص لا هنا بالنسبة لقلون أنه هيدا شي فاشل لأنه ما في أكتر من خمسمائة ألف مستخدم وبعدين قال المستخدم حسب هن حساباتهم أنه بيفوت بيفوت خمس ثواني على المنصة طيب كيف خمس ثواني أنا جماعة بتشوف شي بخمس ثواني يعني أنا ما بفهم أنا بس فوت على جوجل بلس كنت بفتح يعني أغلب الصحف موجودة على جوجل بلس المهم هلأ بس سؤال شو بيخسر المستخدم أنه تم إغلاق مثلا جوجل بلس شو اللي بيخسره يعني أنا شخصيا أنا خسرت منصة بريئة وهادية وبعدين في شغل كانت كتير مهمة بفترة من الفترات أنه بس تكون أنت نشري على جوجل بلس لحتى جوجل تقدر تجيب الناس على جوجل بلس كانت نتائج المحركات البحث اللي نحنا نسموها Search Engine Optimization اللي هي تحسين نتائج محركات البحث كانت جوجل لما أنت تبحث عن اسم معين أو على برنامج معين أو على موضوع معين كانت من ضمن النتائج الأولى يطلعوا من اللي كانوا بجوجل بلس يعني هاي من جهة هلأ هي وقفتها تقريبا من سنة يمكن تقريبا يعني حتى لما بتشوف الهن المسؤولين الكبار بجوجل بلس وقفوا يستخدم جوجل بلس من سنة 2016 2016 2017 2018 حكموا على بالإعدام ففي كتير ناس مثلا في البيت المتحدة الأمريكية في واحدة فتح الدعوة مش دعوة ولكن أو شكوى مش شكوى للناس عريضة عريضة الناس يمضوها لأنه وقفوا أغلاق جوجل بلس بالنسبة لها هيدي حياتها وتعرفت على ناس كتير مناح وأصدقاء على المنصة هايدي هلأ هون أنا بالنسبة لها لي مش هون المشكلة يسكروا يسكروا ما في مشكلة المشكلة أنه ما أعلم المستخدمين يعني فورا من الميلي يلي بيحمل حماية البيانات الشخصية استلشقوا فيه أنه يعني أنه ليش بدنا نقول يعني فيسبوك ب72 ساعة أعلم الناس هني لأ لو ما طلعت الفضيحة بنيويورك تايمز ما حدا كان معه خبر ما حدا كان معه خبر فهون القصة هون خطورتها أنه نحن بياناتنا مش لعبة حياتنا وخصوصيتنا مش لعبة هذا اللي بتفهمه للمستمعين يعني فيه نوع من الاستهتار مع كل الخدمات اللي منستخدمها من جوجل هون فعلا عملت فينا نوع من أزمة ثقة قوية يعني أنا كيف بدي أكون عندي ثقة أنه قلتلك عندك أربع أربع مرات صارت صارت أنك أنت بياناتك وأصدقائك يلي عملتين على المنصة هاي دي خلاص بوف راحوا وهون هذا تحذير للجاية في حال صارت في رقم خمسة مثلا لا مش بس للجاية مش بس للجاية أنه يوما ما يوما ما يا جماعة تذكروا هالكلمة يوما ما إذا مش اليوم أو بكرة أو بعد عشر سنين فيسبوك باي باي تويتر باي باي كله باي باي يعني شو بيبقى بيطلع غيرهم بيطلع غيرهم بيطلع غيرهم يعني مش بالضرورة لأنه هلأ مثلا الشباب ما صغار ما حدا على فيسبوك صاروا كلهم مثلا ختيارية على انستجرام على انستجرام على سناب شات فكل هالأمور هاي دي فيه عم تخلق كمان أنه يعني أزمة ثقة بين الخدمات اللي نحن عم نشتغلها على الانترنت وبين هالشركات العملاقة اللي هي مسيطرة على كل خدمات الانترنت أنه نفكر كتير منيح نحن باستخداماتنا وين بدنا نروح بهالاستخدامات وهون كمان بدزيد شغلي هون بلتلك من قصة جوجل برجع على قصة فيسبوك فيسبوك من يومين ثلاثة بالفترة اللي كان فيها الأزمة الكبيرة طالع على قصة أنه 30 مليون مستخدم فعلا تعرض بياناتهم للاختراق من قبل قصة التوكين عكسس أنه طلعوا منصة مش منصة جهاز هاردوير بورتل اسمه واحد بورتل و بورتل البلاس يعني هو مثل جوجل هوم و مثل أنه بتحطيه لكن مع فيديو أنك تعملي تشات إلى آخره وتحطيه بالبيت قالوا قالوا هني لأ أنه ما مش رح نستعمل البيانات الشخصية للمستخدمين إذا اشتروا هالبورتل هاي دي واستخدموها مش رح نتعطى بقصة بياناتهم ولكن تبين بعد أسبوعين تلقتي ومبارح أطلقت بكل ملدان العالم أنه لأ نحن رح نستخدم بياناتكم يا شباب للإعلانات ف يعني هون كمان برجع بقول بس بدكن تستخدموا أي خدمة على الانترنت وأي تطبيق على الانترنت وأي تطبيق على الأجهزة المحمولة والسابتة والبدكن ياها رو منيح شروط الاستخدام وإذا بدكن البيانات ما تروح لعند الشركات شوفوا أي بيانات أنتكم بتكون تحطوها على هل منصات نقدر نحزف لكان بعدين الأشياء اللي كانت لا ما فيك تحس في شي ما فينا كله موجود بالخوادم ويني كنت فهون الخطورة أنه بياناتكم موجودة بخوادم أنتوا ما لكم السيطرة عليها وهي دي المشكلة الأساسية بشركات الانترنت العبلاقة شكرا لك نيلة صعيبي في هذه الفقرة اشتركوا في القناة